الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعا بمكون التاريخ الدرس الخامس للقسم السادس طبعا المرجع هو الجديد في الاجتماعيات عنوان درس المغرب في عهد المرابطين علاقات الجوار طبعا سيتم الشرح وبعده هنا الإجابات مكتوبة سنمر إلى طبعا الهدف أقوم بتحليل خارطة طرق تجارية في عهد المرابطين أفسر علاقات بجيرانهم ثم أدرس شخصية نسائية مرابطية إذن عندنا ثلاثة أنشطة النشط الأول تحليل خارطة طرق تجارية في عهد المرابطين النشط الثاني تفسير علاقات بجيرانهم والنشط الثالث دراسة شخصية نسائية مرابطية أمهد لتعلمي ربطت علاقات متينة بين المرابطين وجيرانهم كما عكستها خريطة طرق تجارية وقد كانت للمرأة مكانة خاصة في المجتمع المرابطي كيف أقوم بتحليل خريطة طرق تجارية في عهد المرابطين ما نوعية علاقات المرابطين بجيرانهم كيف أدرس شخصية نسائية مرابطية نعم أنجز أنشطتي أقوم بتحليل خريطة طرق تجارية في عهد المرابطين أولا نقرأ هذه المعلومات بعد استباب الأمن للمرابطين ناشطة مبادلة تجارية بين جهات المغرب وبين المغرب وجيرانه في الأندلس وإفريقيا جنوب الصحراء نعم هالخريطة عندنا هنا إذن أول حاجة الخطوة الأولى لتحليل الخريطة لا بد من التعريب بالخريطة الخطوة الأولى هي التعريب بالخريطة كتعلق بقراءة عنوان الخريطة ثم التعرف على المجال المدروس إذن أستخرص من موضوع الخريطة موضوع الخريطة طبعا قلنا هي المبادلات التجارية العنوانها هو خارطة الطرق تجارية المرابطة إذن المبادلات التجارية المرابطية ثم أحدد المجال الجغرافي الذي كانت تعبره القوافي التجارية المرابطية قواة دبعا مجال الجغرافي فطبعا كتبصلت الأندلس شمالا ثم تبصل إلى سيج الماسة طبعا إلى تلمسان شرقا وطبعا في إفريقيا جنوب الصحراء في إفريقيا جنوب الصحراء هنا الخطوة اللي قلنا هي قراءة العنوان والتعرف على المجال المدروس ثم طبعا الخطوة الثانية قراءة الخريطة إذن لا بد من قراءة المفتاح فالمفتاح هو الأداة التي طبعا من دونها لا يمكن أن نقرأ الخريطة رصد معطياتها ربط موضوعها بالفترة التاريخية المعنية بدأوا بقراءة المفتاح ما هو المفتاح هو هذا السهم طرق قوة التجارية ثم نقطة الحمراء مركز تجاري ثم مركز تجاري ثم حدود دولة المرابطية إذن حدود دولة المرابطية امتدت إلى الأندلس ثم متلت مناجم الملح ثم هذه مناجم الذهب ثم هذا المربع الصغير هو العاصمة وهو العاصمة وحدد المراكز التي كانت تربط بينها الطرق التجارية إذن المراكز هما عدنا تيلمسان هدنكور سبتا طبعا أغمات عدنا هدنول عدنا لوير عدنا أوضاقوس غانا تغازا هذو كلهم مراكز تجارية سنرى إذن قلنا موضوع الخريطة السؤال هو المبادلة التجارية في المرابطين المجال الجغرافي الذي كانت تعبر القوافل التجارية المرابطية من الصحراء طبعا السودان جنوبا إلى الأندلس شمالا إلى تيلمسان طبعا شرقا سنرى تعريف السودان سأضعه في علبة الوصف الخطوة الثانية قلنا هي قراءة مفتاح والمراكز التي كانت تربط بينها الطرق التجارية طبعا تيلمسان فاس أغمات هذو عدنا من خلال المفتاح تغازا غانا وغيرها ثم عدنا طبعا سنمر إلى البضائع التي كانت تنقل عبر هذه الطرق سنرى هنا ما هي البضائع عدنا هنا الملح ملابس الأواني طبعا ثم عدنا كسردو العاج والتيبر نعم إذن هنا رقلنا السؤال السخج البضائع التي كانت تنقل عبر هذه الطرق ما هي البضائع إذن كين البضائع بينها المنح الملابس الأواني طبعا في نحو الصحراء جنوب الصحراء ثم عدنا التبرواء العهج طبعا إذن هذوما البضائع التي كانت طبعا تنقلوا عبر هذه الطرق إذن هل الخطوة أستطيع أن نكون عادتهم تعريف الخريطة الخطوة التالي قراءة الخريطة طبعا من خلال المفتاح ثم الخطوة الثالثة التي سنراها إذن هي استخراج وتفسير المعطيات الأساسية وإبراز أهميتها استخراج وتفسير المعطيات الأساسية وإبراز أهميتها نعم كيف ذلك تحديد أهم المعطيات المستخلصة تفسيرها بالاستعانة بمصادر أخرى مغير الخريطة نصوص إبراز خططات إبراز أهمية الخريطة الثالثة أساسية استخراج وتفسير المعطيات الأساسية وإبراز أهميتها طبعا إذن نحدد أهم معطيات استعانة بمصادر أخرى بحالة النص مثلا وإبراز أهمية الخريطة سنقرأ الوثيقة وكانت القوافل تجداز المغرب قوافل تجار غير منقطعة إلى أربع عظيمة وفوائد جسيمة ونعم صابقة قل ما يدانيها التجار في بلاد الإسلامي سعة حال استخلص أهم المواد التي كانت تجلبها القوافل تجارية إلى المغرب وتصدرها مين إذن أهم المواد كما قلنا سابقا ها هي الملح الملابس الأوليك تصدرها وطبعا هذه المواد التي تستورد التبر والعاج نعم هنا استنتجوا باعتماد النسجور سبب اهتمام المرابطين بتجارة صحراوية نظرا لما فيها أربع عظيمة فيها فوائد جسيمة وفيها نعم صابقة وطبعا لا يدانيها تجدر في بلاد الإسلام إذن هناك فوائد كتجلة في الأرباح نعم هنا أبين فيما أفدتني الدراسة الخارطة سنرى ذلك قلنا أهم المواد التي كانت تجلبها القوافل تجارية هي التبر والعاج وكتصدر الملح الملابس الأوليك سبب تجارة صحراوية لأن فيها أربع عظيمة فوائد جسيمة وخلال النص نعم صابقة يعني تنشيط التجارة تنشيط التجارة أفدتني دراسة الخارطة هو أني عرفت تحديد طرق تجارية المرابطية مما تبين أن المغرب له موقع استراتيجي موقع استراتيجي موقع استراتيجي إذن تحديد طرق تجارية المرابطية مما تبين أن المغرب له موقع استراتيجي أهم سنمر إلى النشاط الثاني أفسر علاقات مرابط بجيرانهم إذن في إفريقيا جنوب الصحراء ثم عدنا في الأندلس نبدأ هذه خارطة المناطق التي تنشر المرابطون فيها الإسلام نعم إذن لاحظوا المفتاح هذه الطرق قوافلها منجم الدهب نعم وهو مثلا منجم الملح في تغازاء عاصمة الإمارة طبعا نبحث عنها أوداغوس ثم مناطق ضمها المرابطون هذه مناطق الصحراء ضمها المرابطون نعم ومنذ أن تقوى أمر المرابطين قاموا بحرب السودان لحملهم على الإسلام إذن السبب هو كي يعتنق السودان والإسلام ولما ضعفت غاناته في مطلع القرن الثاتيزي يسر ذلك للمرابط اقتحام أرض السودان اقتحموها وخدع كثير من أهلها للإسلام اعتنق عدد كبير للإسلام وسمي انتلاق من نصف الخريطة المرابطين التي سيطر عليها المرابطون في إثيقية جنوب الصحراء إذن في النصف غانا وفي الخريطة عدنا تغازاء وداغوسكا وغانا أهم المناطق التي دمها نعم ثم إذن السؤال أحد على الخريطة أهمية موقعها بالرجوع للنشط واحد نعود إلى النشط واحد ونشوفوا الأهمية ديالها لنرجع للنشط واحد هو هذا يعني ركتبين أنه وجود ماذا؟ وجود الملح وثم وجود الذهب مناجم للذهب إذن هذه الأهمية ديالها ووجود طبعا الملح والذهب هذه بالرجوع إلى النشط واحد أهمية موقعها ووجود مناجم الذهب ووجود مناجم ملح بتغازاء وقلنا المناطق التي صدر عليها المرابطين في إفريقيا هي تغازاء وداغوسكا وغانا متن نعود إلى السؤال أستخلص من النص نتيجة وصول المرابطين إلى المناطق وأثر ذلك على العقيدة سكانها إذن من خلال النص طبعا أولا خذع كتم أهلية إلى الإسلام طبعا إذن ها هي تكون نتيجة وصول المرابطين إلى هذه المناطق السيطرة عليها ثم اعتناق الإسلام من طرف سكان هذه المناطق نمر إلى الأندلس نقع جدول مبادئ التي قامت عليها سياسة المرابطين إلى الأندلس إذن ما هي سياسة المرابطين تجاه المسيحيين في الأندلس ثم سياسة المرابطين تجاه المسلمين إذن في الأندلس وجود المسيحيين والمسلمين أشنين المبادئ التي قامت عليها مع المسيحيين العمل على إنقاذ أرض المسلمين إذن العمل على إنقاذ أرض المسلمين المحافظة على العهود مع المسيحيين الاستفادة من خبرتهم الحربية بضم عناصر منهم لجيش المرابطين هذه مهمة هذه المبادئ التي قامت عليها السياسة مع المسيحيين أما المسلمين حماية مصالحهم قدع الفتان الاستفادة من الحضرة الأندلسية احترام فقهاء الأندلسيين إذن هذه معلمة المجنوى حماية مصالحهم وقضاء الفيتان استمدى من الحضارة الأندلسية احترام فقهاء نعم هنا أقرأ هذا النص لقد أعجب علي بن يوسف بن شافين على مدى فترة حكمه الطويلة 1100 إلى 1142 بالحضارة الأندلسية وتأثر بها كثيرا فابتداء من سنة 1118 وقبل بداية الحركة الموحدية شرع المرابطون في الاستعانة بالقوات العسكرية الأندلسية وأخذوا ينظمون جهاز دولتهم علىهم من وليها والتحق بالمغرب قضاءة علماء تقنيون من الأندلس وأصبح للسراطين المرابطين حرصوا من الفرصة المسيحية أستخدمنا جدول أهم المبادئ التي قامت عليها سياسة مرابطين في الأندلس إذن هذه المبادئ قلناها مع المسيحيين همها ثلاثة ومع المسلمين همها ثلاثة ثم أستخدم من نص المجالات التي تجلى فيها الحضور الأندلسي في المغرب فعهد علي بن يوسف إن مجال تجلى حضور الأندلسي طبعا في المجال القاضاء والتحق بالمغرب القاضاء في العلم نجال العلمي ثم التقني في المجال العلمي والتقني وكذلك في مجال القاضاء السعين انطلاق مكتسباته التطور الذي عرفته علاقات المرابطين بالأندلس من أهد يوسف من الشافر إلى خليفته علي بن يوسف إذن قلنا المجالات التي تجلى فيها الحضور الأندلسي قلنا في المغرب مجال القاضاء مجال العسكري مجال العلمي مجال التقني إذن التطور الذي عرفته علاقة المرابطين مع أندلس إن قاد أراضي المسلمين كان من أهم حاجة هو الاستفادة من خبرتهم الحربية الاستفادة من خبرتهم الحربية بضم عناصمهم لجيش المرابطين إذن استفادة من خبرتهم الآن سندرس شخصية نسائية مرابطية زينب النفزاوية نموذجا إذن تعتبر دراسة سيرة حياة الشخصية التاريخية كيفما كانت سياسية أو فكرية واجتماعية أو فنية إحدى وسائل كتابة التاريخ والتعرف على الدور الذي لعبته تلك الشخصيات ها هي طبعا لوحة تمثل زينب النفزاوية طبعا من خلال الصورات تتبين أنها ذاته طبعا حسين وجمال النص هي زينب بنت إسحاق الهواري الشهيرة بالنفزاوية أصل أبيها من القيروان انتقل إلى أغمات لممارسة التشارة ولا يستبعد أن تكون زينب النفزاوية قد ولدت بمدينة أغمات وهي قريبة من مركش حوالي سنة 430 هجرية وقد شاع ذكرها بين قبائل المصامدة وقد تزوجها يوزو بن نوتا شافي نعم النص هذا فكانت زينب النفزاوية عنوان سعده يوز بن شافين وقائمة بملكه والمدبر الأمره نعم والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب إذن كانت رجاحة عقلها كانت ذكية ويرجح أن تكون زينب التي توفيت سنة 1117 ميلادية هي التي كانت توجه أمراء المرابطين هي التي كانت توجه أمراء المرابطين لتأسيس ماذا؟ مدينة مركش بالاتفاق مع القبائل المحلية إذن هذا النصر قرأهم تمرها خاطركم هذه البطاقة منهجي الدراسة الشخصية التاريخية أولا هوية الشخصية التاريخية الهوية ديالها اسمها لقبها قبيلتها تحديد الفترة التي عاشتها أصلها واش أمازيغية أم عربية أم أوروبية أم أفريقية ثم انتماؤها الاجتماعي من أشرف أم من عامة شعب الصفات الخلقية والخلقية يعني وصف هيئتها الجسمانية طباعها ومؤهلتها ثم المهم مضائف التي تقلد دمها أو تقلدها خلال تقلدتها خلال حياتها ثم إنجازاتها أدرس وصيرة حياة زينب النفزوي باعتماد نصاريخي بطاقة منهجية أحرر مقال أعرف فيها بهذه الشخصية النسائية المرابطية نعم سنرى أحد موجود إذن زينب بنت إسحاق الهواري الملقبة بالنفزاوية مش التفزاوية بالنفزاوية من قبيلة أغمات قربة مراكس نحن نرى البطاقة المناجية ويدت سنة 1330 ميلادية وتوفيت سنة 1117 ميلادية كانت زينب ذات حسن وجمال وتميزت برجاحة عقلها فكان الأمير يوسف بن شفيل يستشيرها في أمورها أو في أمور الدولة وهكذا كانت زينب وراء تحفيز بناء طبعاً عن مدينة مدينة مراكش إذن معلومات إضافية وهكذا فإن زينب بن فزاوية كانت وراء تحفيز بناء المدينة سواء عند وضعي هذه معلومات إضافية الأسسسية الأولى في عام 1431 أو استكمالها بدءاً من عام 1431 على يدي زوجها الجديد يوسف بن الجرفين بمعنى أنها تزوجت أمورها قبله وحسب روايات المؤرخين فإن هذه السيدة كانت امرأة طموحة لديبة هيا بعد صفدي الله ذات رأي وحزم لا ترضى من الرجال إلا بدوي الهمم من الملوك وكان يقال لها ساحرة أو كاهنة نبعاً هنا أقوم تعلماتي أنقل خريطات ثم أوطن عليها أهم المراكز تجارية المراكز وطننا بعض المراكز ها هما بحل هذا المركز تمدوت تلوير أوضاقوس سيجل ماسا تلمسان طبعاً في الشرق وهناك بعض المراكز أخرى طبعاً نعودهم شوية سيجل ماسا تلمسان تمدوت أوضاقوس هذا وهذا نول وهذا الوير كلهم طبعاً مراكز تجارية وهناك بعض المراكز التي لن نذكرها هنا قال لك أوطن عليها المواد التي كان المرابطون يجلبونها من صحراء والتي كانوا يبيعونها لهذه المناطق إذن ها احنا وطنناك هنا التيبر والعاج كانوا يستوردونه والميلح والملابس والآواني كانوا يصدرونه هناك يستوردوا هذا كيستدروم هذا بعض طبعاً الكيستدروم وبعد الصادرات والوالدات أكتبوا فقرة أوضحوا فيها كيف كانت علاقة المراكز لقبل هذا أضعوا مفتاحاً وعمل الخريطة طبعاً المفتاح ودرنا بعد مفتاح هذا السهم فيه الطرق وفي تجارية هذه هي دائرة مراكز تجارية هذه المتلة يعبرنا على مناجيم الذهب مناجيم الملح خطأ هذا مناجيم الملح ثم هذا الرمز مناجيم الذهب وهذا المربع هو صغير لغل يكون العاصمة هنا هذا العاصمة ها هو العنوان الخريطة خريطة خريطة طرق تجارية المربطية إذا تحددنا 車 على خريطة طرق التجارية المرابطية. أحلل الضغط بإعتماد خطوات المنهجية التي تعلمتها. إذا الخطوات المنهجية سنكتب ذلك في علبة الوصف. نتحدث عن الخطوات المنهجية ثم نضير هذه الأجوبة ما تبقى من الأسئلة. إن شاء الله في علبة الوصف. أتمنى أن تكون قد استفردتم. وكذلك سأضع عمر خاص في علبة الوصف.